السلام عليكم إن شاء الله قاعدكم لأباس اليوم حبيت نهضلكم على واحد للمراضي سقسوني عليها وستين مراضي بزاف بزاف امبورتونت وبزاف من ما يعرفوا شمعتها اللي هي المراضي مراض بهجة ولا نقدر نسموه متلازمة بهجة ما فيش قاع البهجة هو على حساب اسمه بالصح ما فيش قاع البهجة هاد المتلازمة هي عبارة عن مراض اللي يقسلنا الأوعية الدموية ويدرنا إطارابات في الأوعية الدموية في قاع الجسم بتاعنا نقدر نقل بلستو المالذي أوتو ايمين واش معانتها؟ معانتها وأن الجهاز المناعي تاع الجسم تاعنا يقول يطاكي بعض الخلايا السليمة عن غير قصد يسمى السيستام إيمونيتاف تاعنا ويطاكي دي سيلول ملاح ما عندهم حتى بروبلام في الكرة تاعنا ويطاكي فيهم ويدمر في هذه الخلايا والتدمير تاع هذه الخلايا سيطير لنا بزاف مضاعفات في قاع الجسم تاعنا ويطاكي في الأوعية الدموية كما قلنا الجهاز المناعي تاعنا يطاكي بعض الخلايا السليمة عن طريق الخطأ وهذه الحاجة تقدر تكون متوارطة يعني نقدر نورتها في الفامية تاعنا الأب يخليها الولادة والأب يخليها الابنت هذا المالذي تقدر تقص الكبار وتقدر تقص الصغار وتقدر تقص الزنفه وتقدر تقص الزنفه يعني نورش يعني نورش على الوعي تقص الزنفه بقي عشرين سنوات مثل هذا كل ما هي حكمها لكن هذا لا تمنع القيص الزنفه الرجال مع فجميلة من أفرد بنسبة لنصب يعني انها ليس لديت ولا أحد الحال ولكن لا أزوجه الكثير من يرد عنه نفسنا لو أنه مرض بحجة ومتلازمة بحجة نفسنا طيب أن يUNDه في الأوضوعية الدمائية وعندما يعني يدخل أنه مرض بحجة أو أنه، أهل بحجة كل أعضاء نصب وجب اليه يمكن أن يكون فيها علامات عليه السياس وذلك وما هي هذه العلامات التي تستطيع أن أن تدخل بحجة؟ الأولا هو التقررات السماحة لا يمكن أن يكون هناك شخص أجل يريد أن يكون مشكلة بها couple لا يجب أن تكون هناك جدا و يجب أن يماسوا الأعراض و يجب هناك التقررات في الفن يدون أن يدون بها الكثير منزل و يدون أن يمزون و يدون أن يصبح يسعه و يسعه يتحدثون أيضا الوصول بالتقررات لدينا متجاجة يمكن أن يكون في المجل في الكوريت القادم يخرج لنا البراء و هذا الحب يتبه على المنزل يباعدنا هذا الحب و يبانوننا في البراء جهاز يمكنه ان يكونوا رجل أو بلو و كنتوشيوهم سيدو لغو يعني يوجعوا كنتوشوا هذو البلاك يخرجونه في الجل الثاني الحاجة الثالثة وهي في الأعضاء ثاناسيليه يقدر يخرج لنا بلاك و يخرج لنا دي بلاك و يخرج لنا تقرر حتى اخر و يقدروا يكونوا اوفرد يعني يقدروا يكونوا مفتوحين و سيفرين يمتح بمثل المثلوم ويذهبون بشكل كبير ويذهبون بشكل كبير فإن حالنا في المناطق الحساسات ان تقرحات بشكل كبير علينا التقرحة في هذا الزيوان الرابع في العينين نعرف بثالي العينين وهناك عينينا الثانية بالأوعية الدموية الرقيقة بثائف وثائف بثائف سنسيب لذلك يرون الضباب ويخرجون ديزنفلمات ويوجعون ناليزيو لذلك هذة ثانية من الأسباب متلازمة بهجة كل واحد يرون الضباب يرونيه ويسترونيه ويسترونيه ديزنفلمات في الأوعية الدموية الرقيقة ثانية تنفخ لنا الأزراخ اليد و أرجل الذين ينفخ لنا الكثير من الهجون وهذا الحاجة ليكون لدينا السترون بالإضافة في الاريروماتيز يريدون المتلازم مثلا الأوعية الدموية السابقة سواء كانت أوعية الدموية الرقيقة سواء كانت أوعية الدموية كبيرة إذن أو خطاع فهي تصبحوا بهم دموية جلاطات دموية التي تجعلنا سعيد بزاف كبار في الجلد، أو رجل أو أبلي يمكن أن يكون لدينا انسيدات الأوعية الدموية وهذه مهمة جميلة وخطيرة في هذه الـ YouTube Digestive لنا سوف يتحول لدينا مفترض كثيرا يمكننا أن يكون هناك ماء في الناس يمكننا أن نجد دم في الفلسل ونجد أن نجد دياغي هذا أعراض يمكننا أن يجعلهم متلازمة بهجة في الجهاز يمكننا أن تلحق لنا في المصن هذه الأوعية الدموية والدماغ هذا يجعل جداً كبيراً يستطيع أن يجعل مضاعفات جداً على الجسم سيجعل مضاعفات مدى الشرق والخلال يمكننا أن يجعل هذه الأعراض التي يجعل في الغذرة فعندما أحتجان أن يجعلها أفضل مضاعفات مدى 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 متلازمة تفضل ما بين المضاعفات زوجية في شكل عمى على جال هذه المدى ما هي متلازمة بهجة أعلى ما هو الدواري ما يشتغل عمل الموليميتسة. الموليميتسة يمكنها الانفلامة لكي يسلجها المنطقة في الوصول. ما يشتغل عمل الموليميتسة الكولشيسين ما يشتغل عن الانفلامة. الصور البدئ لا أمر ما لا مثل الملادي مثل هذه المنتجمة بهجة. سنروا فيديو مني أو ما هي أمر ما تحدثت. نتحرك اليوم حتشتغل نحن عن مقصص بها نحن بحضر هذه الحالة كيف هل دوئنا في هذه الحالة؟ فوهنا نرى كل شيء يزmedim كل شيء كل شيء يزم المنطقة تنفيذني إنفلامات ولطبق أخبار فوقها نقصنا في لجوانا نقصنا على تقارئات تقريح التي وعلى تقارئات تقريحات التي يجبون هنا لجوانا هذا الأمر سوف يفيد بها نقصنا على تقارئات تقارئات خاصة هنا لإسافة ونحن أصبحتنا أليس بحديثك التي يريدكها لا تتحرق بشكل ديشيط لكن هذا الشيء من واحد لديك لكنه بالميديكامو يقول لك ما يخصك الحية يقول لك ما لديك مهجزة ما وسيخصك تحرق بالتطبع ويقول لك ما هو الزجاج هناك أيضا أخذ تلك طبيعات أعطيكم هذه الشيئة لكي تعرفوا في هذا الفيديو تأخذوا معلومات على شكل سيكوات such as, وشتير والمدق اخر من المملكة في المستقبل فرماسية بلوزة مستقبل فرماسية وعرفوا مستقبل فرماسية ومستقبل فرماسية أدوية أخرى ومضادة التهاب أخرى لإنقصة الألم ومدام أن هذا المرض يمكن أن يكون لديه علاقة كبيرة مع الجهاز المناعي لتدمير الخلايا السليمة سنقوم بإمكانكم مع إدوية لتطبيط للجهاز لتفاصيل الجهاز المناعي ضد ذلك سوف نقوم بإستقبل التطبيق في هذا الفيديو تتكروحات لديهم جميع جميع ان تتكروحات تتكروحات فهذه التطبيقات نقوم بكلمة او لا تقريحات يعني دي بلي لقد يكون قوفة هذا هي الفيديو الثالي اليوم متلازمة بهجة هي من الأمراض التي يسمعها هذا الأسم مرض بهجة او متلازمة بهجة بم! كاين! علامة استفاهم لا يوجد الأمراض التي يسمعها مثل مرض كارديوفسكويل مرض القلب هذه المرضات التي يسمعها لكن متلازمة بهجة يسمع الأسم لا يوجد المرض لكي أعرفت هذه المتلازمة وماذا هي الأسلاف وكيف ندعوها ان شاء الله تكون فاتكم الفيديو وعلى سنة